السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم مواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام في الجزء رقم 8 من الفصل السادس هنتكلم عن الالاستيك ديفورميشن زون منطقة الالاستيك ديفورميشن زون وإن اللي بيحصل فيه لما نيجي نشوف منطقة الالاستيك ديفورميشن زون في الحقيقة هنال الالاستيك مين؟ كلمة الالاستيك معناها أنه بيرجع مرة إزاي؟ في البداية أنا عندي الزرات بتكون متماسكة مع بعضيها بقوة الروابط الخاصة بيه تمام؟ لما بدا أعمل عملية شد إيه اللي يحصل؟ أبص ألاقي العينة استطالت فمعنى كده من الروابط اللي بينهم يحصل لها يعني تبدأ تتمط طب ماذا لو أني تركت أو هذه القوة أبص ألاقي المادة ترجع تاني زي ما كانت ليه؟ لأن معنا كده أن أنا شدتها بقوة أقل من قوة التجاذب بين الزرات فكانت قوة التجاذب أكبر وقت ما أزيلت القوة اللي عليها رجعت لطولها الأصلي عشان كده بنقول وعندي في الإلاستيك في الحقيقة منطقتين إما أني يكون عنده لينيار إلاستيك ديفورميشن زي ما بيحصل في المعادن أو نون لينيار إلاستيك ديفورميشن زي ما بيحصل في البوليمر سواء كان سيرمو بلاستيك أو سيرمو أو إلاستيومار تعالوا نشوف منطقة البلاستيك ديفورميشن منطقة البلاستيك ديفورميشن في الحقيقة توجد في المعادن إلى حد كبير وبتحصل إزاي؟ كلمة بلاستيك مينز بريمنت يعني إيه؟ يعني التشكيل أصبح تشكيل مستمر ما أصبحش تشكيل مؤقد زي ما حصل في الإلاستيك ديفورميشن زيون فمثلا إيه اللي يحصل؟ أبصي ألاقي إن أنا لما باجأ شد العينة في البداية وهي المفروض الزرات مرتبطة مع بعضيها تبدأ القوة يحصل لها إيه؟ يحصل بوندينج لمين؟ ليه يحصل استراتشنج للبوند اللي رابطة بين الزرات وبعد كده يحصل بلان شيرز تمام؟ طيب لو أنا جيت أشيل القوة اللي عليها عمر العينة ما بترجع لطولها الأصلي ليه؟ لأن خلاص أنا شدتها بقوة أكبر من قوة التجاذب اللي بينهم وبالتالي حتى لو إن المادة حاولت إنها ترجع تاني وترجع تاني المادة تانية لطولها الأصلي فلن ترجع إلى طولها الأصلي ويزيد لو هناك تشكيل طبعا لما بزيد عليها عملية التشكيل بتنكسر هذه الروابط أو بيحصل شيرينج أكتر فأكتر فلن تنكسر هذه الروابط وتكسر العينة في نهاية الإيه في نهاية الاختبار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر